نمضي بك إلى أخر لحظة ومنها نقرأ الحرية والتغيير الوضع الاقتصادي وصل إلى درك سحيق قال المجلس المركزي للحرية والتغيير أنه يعترف بأزمة اقتصادية عالية وذكر المتحدث باسم المجلس إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي أمس أن الوضع وصل إلى درك سحيق وهناك قطاعات كبيرة استشعرت حجم الأزمة وضاف مكونات الثورة استشعرت أن هناك ضرورة لتصحيح الأوضاع الراهنة وتحويل اتفاق السلام إلى واقع وأن القضايا الحالية تتسبب في قلق كبير من وسط الجماهير وأبان أن التحالف قرر الخروج إلى الشارع والكشف عن مسببات الأزمة الحالية ووجود شح كبير في الدقيق يعني الحرية والتغيير تعترف بالأزمة الاقتصادية هل تتوقع منها خطوات عملية للمعالجة؟ بحسب هذا الاعتراف يعني تغريدة ترامب أمس بأنه سيرفع اسم السودان حالما أود على المبالغ التعويض هذا يمثل مدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية كيف ذلك؟ أصلاً الأزمة الاقتصادية نشأت منذ أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على السودان كان ذلك في العام 1997 وهذا الحصار أنجبته الأم وجود اسم السودان في قيمة الدول الرائعة للإرهاب منذ ذلك التاريخ يعتمد حكومة الإنغاز على ما يمكن تسميته بالدولة الموازية لأن الحكومة لم يكن بشعة تتعامل تعامل مباشراً يحتاج إلى وسيط سالس في الاستيرات ويحتاج إلى وسيط سالس في الحصول على الدولار وعلى العملات ويحتاج إلى وسيط سالس في الحصول على كل متطلبات السودان وهذا رفع من كلفة الاقتصاد في نهايات عهد الإنغاز قبيل السور المجيدة عندما قال البشير أنه يريد أن يحارب القطة السمان فشل في ذلك لأن الدولة الموازية التي اعتمدت عليها الإنغاز لعشرين عاماً كانت قد استقوت على الدولة نفسها الآن ما زالت الدولة الموازية هي التي تفرض سطوتها وإرادتها في الشارع الآن من بعد رفع اسم السودان فإن السودان سيعود إلى جادة الطريق الاقتصادي وإلى الطريق المستقيم في التعاملات الاقتصادية ستعود الشفافية، ستعود المراقبة المالية على عهد الإنغاز، الإنغاز كانت تستقبل حتى تجار قسيلة الأموال وتمنحهم الشهادات والبراءة وابن سودان البار مثل من؟ لا داعي لذكر العسماء، جميع يعلموا العسماء نحن نتحدث بكل شفافية نحن نتحدث بشفافية، لكن الجميع يعلم من هم تجار قسيلة الأموال ومن هم الذين هذا اتهام يعني نعم، هذا اتهام لم نسمي، لكن الناس اللبيبوا بالإشارة يفهم الآن هناك أزمة اقتصادية خانقة بسبب وجود اسمنا في قيمة الدوراء الإرهاب بسبب اختلال ميزاني التجاري بسبب ضعف صادراتنا، هل تعلم؟ وجود اسمنا في قيمة الدوراء الإرهاب منعنا من التعامل مع مئة صندوق، هذه واحدة منعنا من أن يكون التعامل لنا وتبدل التجاري لا يتجاوز مئة ألف دولار هذه ثانية سلاسين، رغم أن القرار أمريكي، لكن سلاسين الدولة تسير في ركاب أمريكا قاطعتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية أن كل هذا سيفتح أمامنا الأبواب الآن إلى جانب رفع اسمنا، أمريكا ستقدم للسودان مساعدات في القمح وستقدم للسودان مساعدات في الدواء وستشطب دين أمريكا على السودان البالغ نحو سلاسة مليار دولار هذه كلها ستتيح لنا انفراجة اقتصادية الآن نسبب ضيقنا الاقتصادي أننا لا نتوفر على عملات صعبة لدرجة أن البواقر الآن توجد في ميناء برسودان ونحن نحتاج 25 مليون دولار لا نتوفر عليها لكي نفرق حمولة هذه البواقر ولكن الحكومة وفرت 335 مليون دولار تسألني لماذا؟ والآن أهل النظام السابق يقولون كيف لنا أن ندفع في جرائم لم نرتكف عنهم، هم الذين ورطونا في هذه الجرائم السفير معاوي عثمان خالد، السفير الذي كان في الولايات المتحدة على عهد النظام الإنغاد قال لا مخرج للسودان من الخروج من وضع اسمه في قبل دور عدهاب إلا بدفع هذه المبالغ وتسألني عن النصر الذي حققته حكومة حمدو في تفجير السفارتين كان المبلغ المطلوب 10 مليار و200 مليون في تفجير المدمر أقول كان المبلغ المطلوب 600 مليون دولار حكومة حمدوك استطعت أن تخفض بالمبلغ هذا من 10 مليار و200 مليون و600 مليون فقط إلى 335 مليون دولار وتسألني كيف ندفع هذا المبلغ في ظل هذه الوعساء الاقتصادية وهذه العزمة هل تعلم أن وجود اسمنا في قيمة الدولار رعية الإرحاب كان يكلفنا خسارة سنوية 3 مليون دولار إذن المعادلة ناجحة بالتأكيد وبكل المقاييس طيب يعني مع كل هذه المقاييس هناك دعوات للخروج يوم الغدين في تظاهرات كبيرة سميت بـ 21 أكتوبر أو وسمت هكذا هل تتوقع يعني وهذا ما نعيشه من تغيرات وتحولات بالأمس هل تتوقع استجابة الحكومة لهذه المطالبات وما نعيشه من يعني بحسب الخبر والاعتراف من الحرية والتغيير بالوضع المعيش الصعب يعني أن تغدير المسيرات التي ستخرج يوم قد تكون حكومة حمدوك قد التغطت أنفاسها بما فيه الكفاية وستكون الدماء وقد ملأت شرعيينها بقرار ترامب وبوسعها أن تسجيب المطالب الشارع لأنها الآن باتت تعرف الخارطة الاقتصادية وطريقها جيدا لكن الآخرين الذين يريدون أن يخرجوا لإسقاط حكومة حمدوك بالتأكيد معادلاتهم كلها بقت بالخسران المبينة من هم يعني من يمثلون بالتأكيد أن صار النظام السابق ومن شايعهم ومن حالفهم ومن رأى أن الخير في إسقاط حمدوك مع أن الثورة لا أحد بعد كل هذه الدماء العزيزة وبعد كل هذا المهر الذي دفعناه أن ندعو لإسقاط ثورة ممكن أن ندعو لإنساب حمدوك لإنساب حكومته لكن الثورة ليس بسع أحد أن يسقطها وليس بسع أصار النظام القديم أن يعودوا من جديد على أشلاه أهل الثورة لكن هناك مكونات داخل الحكومة الانتقالية والحضنة السياسية دعوا للخروج إلى الشوارع دعوا للخروج إلى الشارع لتصحيح مسار الثورة وللوفاء بمطالب أهل الثورة مطالب أهل الثورة ابتداءا أن تضع المالية دها على كل المال العام ولماذا لا تضع يدها على المال العام؟ لأن هناك صعوبات تعتردها ولأن هناك معوقات تقف في سبيلها ولأن كثير من الشركات ربما تضع يدها جهات عمنية وعسكرية عليها كيف يمكن تصحيح مسار هذه الصعوبات؟ بالتأكيد لا بد من أن تكون هناك شفافية في هذا الجانب وأن تعود كل شركات ذات الواجهة المدنية إلى ولاية المالية على المال العام وشركات الأخرى ذات الطبيعة العسكرية أن تدفع كل المبالغ المستحقة عليها لتعود إراداتها إلى خزينة وزارة المالية هل تتوقع أن يلقي سيد رئيس الوزراء خطابا للأمة السودانية يحمل الخطاب حلولا للأزمة الراهنة أم ماذا تتوقع خلال هذه الساعات أو خلال اليوم؟ طبعا بعد توقيع اتفاق السلام وعودة الحركات المسلحة في 3 نوفمبر القادم الأصل أن معادة الحكم ستتغير وستتبدل سيدخل لعبون جدد وستكون الحاضن السياسي بحسب الاتفاق الذي تم توقعه والمواءمة ما بين اتفاقية السلام والوسيقة الدستورية الحاضن ستكون من قوى الحرية والتغيير ومن الحركات المسلحة ومن مجلس السيادة إذن حاضن ستكون هناك حاضنة جديدة بالتأكيد رفع الاسم هذا يفرض واقعا اقتصاديا جديدا ومن ثم فإن هذا كله يمثل انفراجة سياسية حمدوك ليس بسعي النسيب لكل المطالب لكن رفع الاسم يعطي جماهيره أملا في أن حكومة حمدوك بسعي أن تمضي قدما إلى العمام لكن أغلبية مطالب الجماهير ربما كانت بعيدة نوعا ما عن هذا الجانب جانب رفع الاسم ربما هي مطالب معيشية حقيقية على أرض الواقع الأصل حكومة حمدوك كانت أمامها ثلاثة تحديات التحدي الأول كان السلام وأنجزت فيه إنجازا كبيرا التحدي الثاني كان رفع الاسم وأنجزت إنجازا مقدرا التحدي الثالث الأزمة الاقتصادية ورفع الاسم يجعل من الممكن جدا لحكومة حمدوك أن تمضي في معاليات ما بين الأزمة الخارجية والتعامل الخارجي والأزمات والأزمة الاقتصادية المحلية كيف تضع نقاطا للتقييم التعامل الخارجي اليوم وأنت تطالع الأخبار الاتحاد الأوروبي رحب بقرار ترامب برفع اسم السودان من قائمة دورة الإرهاب وهنى حمدوك بأنه استطاع أن يمضي بالسودان رقمي كل الظروف الصعبة وقال أن الاتحاد الأوروبي يمنح كل العون وكل السند وكل التأييد لحكومة حمدوك ترجمة نانسي قنقر